شدد الرئيس عبدالفتح السيسي على ضرورة وقف الحرب الجارية في قطع غزة وحذر الرئيس السيسي خلال طلاقه اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا من أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سوف تصفر عن تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطع مؤكدا أهمية الطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلاة وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطع وإنفاذ المساعدات الإنسانية مع التجديد على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام في المنطقة كما تطارق الاتصال إلى العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا وسبل تعزيزها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية بما يتفق مع الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية